موسيقى على أرض هذا الوطن صروح علاجية تعليمية لطالما شكلت قاطرة الخدمات الطبية المميزة على مر الزمن ليس فقط لما تقدمه من خدمات صحية مباشرة لكل مصري ولكن لما تسهم به أيضا لخدمة مجالات التعليم الطبي والتدريب والبحث العلمي لتكون بحق يا نبي والعطاء من هنا وفي استجابة سريعة من الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي كان تطوير المستشفيات الجامعية والارتقاء بجودة ما تقدمه من خدمات على رأس أولويات الوزارة ضمن خطتها لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 20-30 في هذا المجال والأرقام تتحدث 25 مستشفى تم إنشاؤها ما بين عامي 2014 و2019 ليرتفع بذلك عدد المستشفيات الجامعية من 88 إلى 113 مستشفى صحب ذلك زيادة في عدد الأسرة داخل المستشفيات الجامعية بنسبة زيادة حوالي 20% وخلال تلك الفترة ارتفع عدد المترددين على هذه المستشفيات من 16 مليون إلى 18 مليون متردد فيما زاد عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها من 460 ألف إلى 887 ألف عملية بزيادة تقدر ب93% مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي هدف سعت إليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكل إصرار فكان العمل على تجهيز المستشفيات الجامعية بأحدث الأجهزة الطبية ونظم المعلومات في مختلف التخصصات وإعطائه الأولوية فوق كل اعتبار موسيقى فتم إنشاء المعمل المركزي لخدمة مجمع مستشفيات جامعة أسيوت والذي يعد الأحدث في الشرق الأوسط والأكبر بين معامل الجامعات المصرية ويهدف إلى تقديم خدمة متميزة لمرضى الصعي موسيقى ليكون المعمل المرجعي الأول على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط في إجراء اختبارات الكفاءة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم في الأمراض الأمريكي داخل مستشفيات جامعة عين شمس حيث من المتوقع أن يبدأ تشغيله في الأول من أبريل 2019 موسيقى وامتدت يد التطوير لتشمل العنايات المركزة الحضانات وغرف العمليات بكافة المستشفيات والتي جرى تجهيزها بأحدث النظم والوسائل العلمية ووفقا لأعلى المعايير العالمية وزاد عدد أسرة العناية المركزة بنسبة 59% وعدد حضانات الأطفال بنسبة 30% وتكامل دور المستشفيات الجامعية في خدمة المجتمع حيث تعدى مجرد تقديم الخدمات الصحية إلى الطلاب والمواطنين ليشمل المشاركة في المبادرات والحملة القومية حيث قامت المستشفيات الجامعية بإجراء أكثر من 30 ألف عملية جراحية بنسبة تجاوزت 36% من إجمال ما تم الانتهاء منه في قوائم الانتظار خلال الفترة من الخامس من يوليو وحتى الآن وذلك ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخل للطبية الحرجة بالإضافة إلى المساهمة في حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية من خلال 142.8 و22 معملا للتحاليل بالمستشفيات والمعاهد البحثية تشرف عليها غرفة مركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ولخدمة الأطفال ذاول احتياجات الخاصة تمت إضافة أربع وحدات علاجية وتأهلية متميزة لمركز الأطفال ذاول احتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة هذا إلى جانب تعظيم دور ترك المستشفيات في تدريب طلبة كليات عبر تزويد معاملها بأحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية ومصانع الأدوية التعليمية فضل عن تعزيز مساهمتها في خدمة مجالات البحث العلمي ومن بينها تكنولوجيا النامة وتطبيقات الخلايا الجذعية وتتوالى إنجازات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كافة القطاعات ويبقى تطوير المستشفيات الجامعية علامة مضيئة في سبيل بناء الإنسان المصري وتوفير ما يستحقه من خدمة اشتركوا في القناة